صباح الخير كيف حالكم ان شاء الله بخير نصفتنا اليوم تمرية الدبس رح نعملها بطريقة صحية جدا 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 لذيذة لحتى نعمل التمرية نحتاج لنص كيلو تمر رح اضيف عليه ملعقة كبيرة من السمنة وملعقة كبيرة من الطحينة ملعقة كبيرة من دبس التمر هاد النوع اللي استعملنا احنا ربع ملعقة صغيرة زنجبيل ونص ملعقة صغيرة هيل الهيل لازم تنخلوه واللي بضلو بالمصفاية بترجوه على العلبة استعملوه مرة تانية ونص كاسة بسكوت مطحون خشن ونص ملعقة صغيرة من القرفة معدها بعتنهم بايد منيح لحدها تنخلط المكونات مع التمر وتصير عند قاعجينة اللي كفوفه وضع المشكلة هة احههههههه هلأ القلب رح استعمله يفضل يكون من النوع اللي سهل تغيره حجمها احنا ستعملنا هاذ الالب صراحة شفناه اسهل اشياء التمرية رح أحطه فوق ورق الزبدة وبدهن ورق الزبدة بالزيت لحتى ما لزيء التمر في ورق الزبدة ببدأ بحط في التمر وبتأكد انه ما يطلع من تحت الآلب برسو منيح بحط كل الفمية اللي عندي وبتأكد انه التمر كل ماسك في بعضه بعد ما حطيت كل مقتار التمر اللي عندي شفنا انه كتير كبير على الآلب فصغرنا على حسب الحجم اللي طلع عنا وبصير أزبط في التمر لازم أنتبه للأطراف والحواف تكون مرتبة بعدها بتملسوه من فوق احنا استعملنا الشوبك وكتير كان سريع بالتمليز بعدها بتأخير التمر للتلاجة لحتى يجمد مع التمر وبصطلعتم للتلاجة فصلت التمر عن حواف الآلب سكينا وشلت الآلب شوي شوي انتبه تشيله بسرعة لأنه بلاش يكون التمر لازم بالآلب وعليها بيخرب معكم الشكل هلأ بنيجي لمرحلة التقطيع ممكن تقطعه بأي شكل بركومية بس يفضل يكون في مقاسات مزبوطة احنا هون استعملنا المصطرة حتى ناخد بالضبط المقاسات ومع هيك ما طلعوا بالضبط نفس الاشي احنا حبينا نعملها مربعة على حسب المقاسات التمر اللي كان عنا فضبطت المربعة تقريبا كان 3.5 سنتي بعدها بس اخدنا المقاسات قطعناها بسكينة وصراحة كتير تغلبنا لما قطعناها بسكينة بسرنا نقطع بالمصطرة ونكمل قطع بسكينة زي ما حكيت لكم قبل الطريقة كتير سهلة بسراحة وما بدها وقت وكتير مناسبة للعيد تذكر العيد الماضي بس ضيفنا ضيوفنا كتير كتير عجبتهم هلأ قطعنا بالطول هلأ منقطع بالعرض برضوا حسب المقاس اللي بدكم اياه فالناس بحبوها مربعة فالناس بحبوها مستطيلة زي ما بدكم آخر فقرة فقرة التغليف بهاي الوصفة عملناها صحية قلفناها بجوز الهند الابيض وبسكوت شوكولاتة بزق حلبي مطحون محمص جوز هند مطحون وسط محمص شريبة كسانية برضو محمصة وسمسم محمص هلأ لو على فرض التمر ما مسك التغليفة تدعنوا على وجهة سمنة أو زيتة بيزبط يعني صراحة الشغل بالتمرية كتير متعب أبداً أبداً مش متعب تحبيت الطريقة كتير في الناس بغلفوها لوتس كمان بتطلع كتير زاكية بس صراحةً احنا مش من نوع الناس اللي بتحبي كتير السكر واللسامة بعد ما غلفنا وخلصنا حطناهم بصحون التقديم بتقدموها مع دبس الرمان دبس الرمان بتقدموها مع الطحينية ودبس التمر شوفوا المنظر ما شاء الله تبارك الله يعني أنا غلطة عملت الفيديو وأنا صايمة ما شاء الله جداً جداً زاكي صراحة مش مبالغة مش لأنه جغلنا لا والله بس كتير كتير رهيو أتمنى منكم تجربوا الطريقة وتحكولنا راكم بالتعليقات وكالعادة أي سؤال أو ملاحظات اكتبوه لنا تحت وراح تلقونا ردين عليكم وبس والله هي كانت وصفة اليوم إن شاء الله تكون السنفات وإنتا بتحضروا أي سؤال مرة ثانية ارجعوا وكتبوه لنا تحت بالتعليقات كون عبوا أنت بخير مقدما ونعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر